هو يقول القانون جايد بس إحنا حتى نلزمه بالحجة للرجل ونقول له يا بأنت قلت في وقت من الأوقات كذا بالشهر رح يتم تطبيقها مثل ما تم تطبيق نظام الدفع الألكتروني قالوا واحد ستة الكل يمشع على الكل وشفنا هسا بالبازيخانات شفنا نطلعين الكارت وبجهاز الدفع الألكتروني موجود هذا التنمي يشوفه ببغدان هذا مثلاً تحقق وممكن البديل أكو تاريخ معين لكلام الأسادي برأيك؟ أنا ما أحكي عن الكلام والطبيق أنا خلي نكون أنا في مكان رب العمل وقلت لك يا لهذا المثال أنا مو رب عمل لكن خلانا أكون رب عمل وعندي مثلاً مئتين عامل ويطالبوني بأنها أمطيرات بتقاعدي وإذا أمطي إجازات مرضية وإذا أتمرضوا لازم أن أصرف حاليا وكثيراً من الأمور وما أقدر أطلع إلا بأسباب مبررة ومحكمة العمل موجودة ولازم نحيلها إليها ويثبت أنه قبلها تحقيق إداري يا الله خلي نكون أنا في مكان لهذا هل يا ترى أنا من أنفذ هذا الأمور الحقوق ما لتي وين هي؟ من الذي يمنفذي إليها؟ فإذن المسألة بها جانبين جانب اللي هو مسؤول للعمل رب العمل والجانب الثاني اللي الدولة الدولة إذا ما تضمن هذا الموضوع وبيه بسرامة وبيقبوة يجب أن يكون هناك قوانين وإنقرارات ملزمة يعني قرامات كبيرة جداً على صاحب العمل برأيك إذا التزمت بتعاهداتها بقضية الضمان الاجتماعي يعني فينا سرطان من تقريباً ثلاثة أربعة ها باوع يعني إذن لا لا الموازنة باوع سيد الكلمة الموازنة هذا من أصل صندوق الضمان مرسل التقاعد رجل تذكر رقم جداً ممكن أنا أحقق لأنه هذا يعني الرقم اللي قصده هذا قطع خاص مو قطع عام قطع خاص يرباحي يقدر ينطي حوافز ينطي مساعدات ينطي كل شيء لكنه أنا ذا عملي يعني كثير أنت تدري جنابك والمشاهدين يدرون أنه أكثر من يعني عشرات الآلاف من المعامل منذ عام 2003 واللي حد لا متوقفة بس عفوا من الضريبة يمكن له سنة له سنتين سمحوا لبي أنه يستورد بدون التحويلات بالطريقة الصحيحة ولو هو الإشكالية هنا أيضاً صارت واحدة من المشاكل اللي صارت بسبب التحويلات على كل إن أنا أرجع وأقول القانون يحتاج إلى قوة لتنفيذه وإذا فقدت هذه القوة ما رح نقدر أستطيع بعدين أكون وضوع الحوكمة المؤسسية الحوكمة المؤسسية يجب أن يشرف عليها الدولة أو السلطة الرقابية يعني من أجيب مجلس إدارة مجالس الإدارة وفق قوانين الحوكمة المؤسسية يجب أن يكون بعضهم مستقلين وبعضهم من أصحاب وحملة الأسهم هؤلاء الناس من يصدرون تعليماتهم وتوجيهاتهم يشركون العامل في هذه المجالس الإدارة هو كل هذا يحتاج إلى سلطة الدولة للإشراف أحنا مريد أن نصير اشتراكية لكن بالبداية لازم نحتاج سلطة الدولة نعم الاقتصاد ما يمشي بالبندقية لكن السلطة حاليا بلد مثل بلدنا محتاجها عندي قضية ثانية ما أريد أسألك عليها ولو بقى لدغتين البرنامج قضية توجه نحو الدفع الألكتروني وكذا يوم واحد ستة يمكن قالوا نعم واحد ستة لازم الأمور كلها ماشية مؤسساتنا موازية مستعدة بنيتنا التحتية مستعدة هذا باوع سيدي من شهر السادس 2019 صدر البنق المركزي تعليمات إلى كل المصارف لجعل 250 ألف جهاز دفع الألكتروني POS حتى يستخدموها من عام 2019 والذي حتى الآن بولاية السيد محمد الشاعي السوداني لمجلس الوزراء أعتقد أخذ الموضوع بجدية أكثر من ما كان بسابق اليوم كان مجرد حشي يعني ولا خط ولكن الآن أصبح جزء من الحقيقة وإحنا شفنا في محطات تعبئة الوقود لكنه رح يصير في خط متوازي لحين ما تستكمل هذه المتطلبات يعني مثلا جهاز نحتاج وقت برأيك يعني بعد نحن العراقي ما متعودين على الدفع الألكتروني نحتاج جهاز ثلاث أربع سنين التقليلاتك ثقافة لا 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 بالعكس لا لا ينجبر مثل ما تعلم تذكر أنت أول ما تخبر في النقالة المحمولة يعني الناس بدأت هي تسعة من أجل أنه تطور إمكانياته في هذا الاتجاه وشوية شوية قدروا يوصلون وأعتقد العراقي يتقبل هذا الموضوع كل شيء يتقبله يعني خلال فترة قليلة يعني يجوز قبل نهاية السنة يبقى حتى ومن المخضر حاطت له جهاز بي او اس ومن التشري منها المخضر تقول لك يا بهذا جيب الميزا الكارت وتسعبين لكنه مثلا باوع المشاكل اللي صارت بالبداية أنه البعض استغلوا هذا الموضوع وستحوذوا على كميات كبيرة وحاولوا يخرجون بها للخارج وهذا طبعا عمل لي موقع لا بد تصير مشاكل لكن مثل ما يقولون هنا العافية درجات أشكرك جزيل أكيد شكر أستاذ عبد الرحمن الشيحي الخبير الأقصى